بسم الله الرحمن الرحيم. اول المسائل اللي عندنا على المسألة باللقاتية. في المسألة جيدة من دي بيقول لك بتسوي تلاتة تكتية والصمارس نص تين. وقال لك ان الكلام ده هو يعني ده الاول فحاية لابا كان الانبول بتاعي طالب منك طيب طيب ناخد بالله يا جماعة ان هو هنا ما طلبش مني ده هو هنا عامل العكس يعني مديني وطالب مني المعلمات اللي موجودة في اللابلاس. فانا هاعمل ايه? هاخد دي وحوالها للابلاس ومنها هجيب المعلومات. هو ممكن يعكس يديك حاجة في اللابلاس ويطلب منك الريزونس واحد كزا. طب تعالوا مشوف كده. ادي الحال بتاعي هجا اقول له سي وفتين بتساوي تلاتة في اي اص ناعس نص تين. هاتلي اللابلاس بتاع دي هيديك سي وف اس هتساوي تلاتة مضربة في واحد على اس زائد نص. طب جميل. انا عايز اجيب مين يا جماعة? الترانسفير فانكشن. علشان اقبل منها اجيب الكي واجيب منها الترانسفير فانكشن. محدش يجيبص على دي كده ويقول لي ده دي كده هنا تلاتة. يبقى الكيب تلاتة ومش عارف التيب كام. لأ. اول حاجة يا بشواندس. علشان ما تطلع اخرش. الكي والتي بنجيبهم من الترانسفير فانكشن. مش من الاود. طيب. علشان اجيب الترانسفير فانكشن لازم اكون عارف الانبوت بيسوي كام. ما هو قال لك ان هو كان الانبوت بتاعي في الانبوت بتاعي كان بيسوي كام? بيسوي واحد. طب ما انا هاخد واحد عامل مشترك من الكلام ده كله. طب ما انا ممكن اقوله ده كله مضروف في ار وف اس. لان ار وف اس بكام بواحد بانا عملتش حاجة. خد الار وف اس حطها في المقام هنا. هيبقى سي وف اس على ار وف اس بتسوي تلاتة على اس زائل نص. طب ده ما كانش الشكل العام يا جماعة. الشكل العام كان هو. ان هنا ك وهنا تي اس زائد واحد. فلازم اقسم على نص فوق وتحت. يبقى قوله سي وف اس على ار وف اس بتسوي. هقسم على نص يعني تلاتة على نص يعني اتنين في تلاتة هتبديك ستة. مقسومة على اس على نص يعني اتنين اس زائد كامل جميعا اتنين اس زائد واحد. هتفهم من كده ان اللي هو بيسوي ستة وان بيسوي اتنين ايه? اتنين ساكن. يبقى انا كده جبت التلات اجاد اللي هو عايزهم وجبت 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 طيب بعد كده ما اكتفاش بالكلام ده قال لك هدلي بتاع السيستم. طيب. قال لك هدلي مين? بتاع السيستم. انا عشان بتاع السيستم لازم يكون عندي ترانسفير فانكشن. ادي ترانسفير فانكشن انا حسبتها. ديت العلقة اللي يتمثل السيستم اللي عندي. هقوله خلاص. نعمل بقى ازيانا كلها في نعمل قبل كده. هقوله. بتساوي ستة على اتنين اس زائد واحد مضروبة فيه الار اف اس. طب الار اف اس لو انا شغال يعني لو انا شغال يبقى بتسوي واحد. يبقى الار اف اس. بتسوي واحد على اس. يبقى اولو كده مضروبة فيه واحد على اس. ازا السي اف اس. بتساوي هتعمل بتاعك هيطلع لك هنطلع الكمتين على طول علشان ما نضيعش وقت فيه حسابهم. هيطلع لك هنا ستة على اس وهنا ناقص ستة على اس زال النص. طبعا المفروض ان انت عارفين البرشيال فراكشن. انت هتقدر تعمل الكلام ده بكتبكا للامثال اللي في الفيديوهات الفاكرة. لما اجا ده وحواليه بالطايم دونين هقوله سي اف تي بتساوي ستة. مضروبة فيه ستة في واحد. اللي هي ستة زمانية. ناقص ستة في اي قص ناقص نص تي. لما اجا اقوله كده سي اف تي. هتساوي ستة. عمل مشترك هتبقى من هنا واحد. وهتبقى من هنا ناقص نص تي. تقدر ترسم الرسم دي بسهولة جدا. هتيجي تقوله عند الطايم بيساوي سفر النقطة تطلع هنا. عند الطايم بيساوي مالة نهاية. عند الطايم واحدة المالة نهاية هتطلع القناة بستة. وبعدين هتبقى رسم الرسمة عاملة كده. والنقطة طبعا اللي عندها هنا بويد ستة تلاتة في ستة اللي هي النقطة دي هي مين يا جماعة? هي الطايم كونسون. كده احنا طلصنا المسألة اللي قدرنا وهي مسألة سهلة ومباشرة وموجودة كتير في المراجعة. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي نحاول نشوف افكار تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.